إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبرك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فالوصية بالتقوى هي وصية ربنا جل وعلا للأولين وللآخرين معشر المسلمين قال الله تعالى وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار الشمس آية من آيات الله تعالى وهي شاهد على وحدانيته سبحانه وتدبيره لملكه منافعها وفوائدها كثيرة فيتعطينا الدفء والطاقة والضوء ولها دور عظيم في الإنبات والإثمار وإنضاجها وبها تعرف الأوقات والأيام والشهور والسنين إلى غير ذلك من منافعها الكثيرة الشمس التي تطلع كل يوم من مشرقها وتغرب في مغربها تحمل لنا أعظم العبر فطلوعها ثم غيابها علامة واضحة على أن هذه الدنيا ليست بدار قرار بل هي دار طلوع وزوال ودار ممر لا دار مقر بين يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار وقبل ذلك حكم المنية في البنية جاري ما هذه الدنيا بدار قراري واحسن من هذا قول الحق تبارك وتعالى وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة هي خير للذين يتقون اليوم معشر الإخوة آخر جمعة وآخر يوم من عام تصرمت أيامه وانقضت لياليه لقد مضى من أعمارنا عام لا ندري ما الله قاض فيه ونستقبل عاما جديدا لا ندري ما الله صانع فيه فما أحسن أن يفكر المرء فيما أودع في عامه المنصرم وبماذا يستقبل عامه الجديد لا شك أننا جميعا نعلم علم اليقين أننا راحلون عن هذه الدار وأننا مسافرون إلى الدار الآخرة التي هي الحياة الدائمة لا يأتي بعدها موت ولا فناء إنها حياة الخلود فماذا قدمنا لحياتنا الدائمة قال أبو حاتم رحمه الله عجبا لقوم يعملون لدار يرحلون عنها كل يوم مرحلة ويدعون أن يعملوا لدار يرحلون إليها كل يوم مرحلة وقال أبو الدرداء رضي الله عنه يا ابن آدم إنما أنت أيام فإذا ذهب منك يوم ذهب بعضك الليالي والأيام ما هي سوى خزائن للأعمال ومراحل للأعمار أعوام تتتابع أعوام تتتابع وأجيال تتعاقب فهذا مقبل وذاك مدبر وهذا صحيح وذاك سقيم والكل إلى الله يسير أيام تمر على أصحابها كالأعوام لما فيها من الأحزان والأكدار والأمراض وأعوام تمر على أصحابها كالأيام لما فيها من السعادة والعافية والستر والرخاء لقد رحل عنا اليوم عام ثلاثة وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بالأمس كنا نستقبله واليوم نودعه لقد تصرمت أيامه وانقضت لياليه وفي تصرم الأيام وانقضاء الليالي وسرعة تعاقب الشهور والأعوام عبرة وموعظة يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار عامنا الذي مضى وقعت فيه عبر وعظات وأحداث منوعات على صعيد الأفراد والمجتمعات فلا إله إلا الله كم سعد خلال العام المنصر من خلق وكم شقي من آخرين كم طفل تيتم وامرأة ترملت وكم مريض تعافى وسليم في التراب توارى كم بيت يفرح بمولود وبيت يعزى بمفقود كم من آلام تنقلب إلى أفراح وأفراح تنقلب إلى أحزان ولله الأمر من قبل ومن بعد معشر المؤمنين بوابة واسعة عجيبة اتسعت لملايين البشر على مر التاريخ كل يدخل من هذه البوابة ويمضي دخل من هذه البوابة الأنبياء وغير الأنبياء ودخل منها المحكومون والحكام ودخل منها الأغنياء والفقراء والرجال والنساء اتسعت لأحداث هائلة وتغيرات متتابعة أمم تبادو وأمم تشاد حروب طاحنة ونوازل شديدة وهذه البوابة الواسعة لم تضق في يوم من الأيام لا بالموتى في بطل الأرض ولا بالمواليد فوق الأرض ولا بالأفراح ولا بالأحزان إنها بوابة الحياة الدنيا الفانية وعجلة هذه الحياة لا تقف لأحد ولا تنتظر أحدا ولا تجامل أحدا الإنسان منذ أن خرج من بطن أمه يسير في طريقه المقدر ومرور الأيام والأعوام يدنيه من نهاية الطريق فهو اليوم أقرب إلى إنهاء المسافة من أمس وهو غدا أقرب إلى إنهائها من اليوم ولكل حي من الخلق يوم أخير لا يتقدمه ولا يتأخر عنه فكم من مؤمل لغد لا يدركه والموفق السعيد هو الذي يتزود بالأعمال الصالحة أسأل الله بمنه وفضله وكرمه وجوده أن يتقبل مني ومنكم إن ربنا جواد كريم أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه تعالى هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون في مثل غمضة عين أو لمحة بصر أو غمضة برق يطوى سجل الإنسان من الولادة إلى مغادرة الحياة الدنيا هل تعلم أيها المسلم الكريم أنك أمضيت في العام الذي انتهى ثلاثمائة وستين يوما تقريبا يعني أكثر من تسعة آلاف ساعة وما يزيد عن خمسمائة ألف دقيقة فكم من هذا الوقت قضية في طاعة الله عز وجل فالله المستعان وهل تعلم أن قلبك نبض خلال العام الذي انتهى نحوا من أربعين مليون نبضة بدقة متناهية وانتظام لا مثيل له ومتى ما توقف هذا النبض فستتوقف الحياة فماذا أعددنا لذلك الأوقات خزائن والعاقل ينظر كل يوم ما وضع في خزائنه ويعلم أن ما يضعه اليوم في خزينته سيراه في يوم تشخص فيه الأبصار يوم يقوم الناس في رب العالمين معشر الإخوة إن الله تبارك وتعالى إذا أقسم بشيء فإنما يقسم به ليلفت الأنظار إلى أهميته ومكانته لكي نتفكر في أجزاء الوقت كله فقد أقسم الله بالفجر وأقسم بالضحى وأقسم بالعصر وأقسم بالليل والنهار وأقسم بالشمس والقمر فعلى المسلم أن يعلم أن رأس ماله في هذه الدنيا وقت قصير وأنفاس محدودة وأيام معدودة فمن استثمر لحظاته وساعاته في الخير فهنيئا له ومن ضيعها وفرط فيها فقد خسر زمنا لا يعود إليه أبدا وإن جاهل البعض من الناس قيمة الوقت وقضى حياته في سهو ولهو وغفلة فسيأتي عليه موقفان يعرف فيهما قيمة الوقت ويندم على إضاعته الموقف الأول عندما يأتي الإنسان أجله فحينئذ يتيقن أنه يرحل عن الدنيا ويستقبل الآخرة فلسوف يندم ويتمنى الرجعة ولكن ندمه لا ينفعه قال الله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون الموقف الثاني في الآخرة حين توفى كل نفس ما عملت وتجزى بما كسبت ويدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار هناك يتمنى أهل النار عياذا بالله لو يعودون مرة أخرى إلى حياة التكليف ليبدأوا من جديد عملا صالحة ولكن هيهات فقد انتهى زمن العمل وجاء زمن الجزى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين وبعد فيا عبد الله اعلم رحمك الله تعالى أن الدنيا لن تتوقف لأجلنا فالناس سيعيشون حياتهم وينسوننا ونصبح ربما من الذكريات فما أجمل أن نعمل لآخرتنا ونتصدق ما دمنا قادرين ولا ننتظر أحدا يتصدق عنا أو يعمل لنا فالكل مشغول بنفسه فإذا لم نقدم لأنفسنا ما دمنا على قيد الحياة فمن سيقدم لنا بعد وفاتنا إلا من رحم الله اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إننا نسألك السبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك شكر نعمتك ونسألك حسن عبادتك ونسألك قلوبا سليمة وألسنة صادقة ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده إلى العمل بما يرضيك اللهم انصر جنودنا المدافعين عن بلادنا واحفظهم وسدد رميهم واربط على قلوبهم اللهم ارحم عبادك المستضعفين ونفس كرب المكروبين وقضي الدينة عن المدينين واشفي مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين واكتب الصحة والسلامة والعافية والهداية لنا ولإخواننا المسلمين في برك وبحرك أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين شكرا